موسيقى 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 أربع سنوات من الحرمان والمطالبات والوعود والتجاهل لماذا لا تصرف مستحقات هيئة تدريس جامعة تعز أسوة ببقية الجامعات؟ ألم يحن وقت انتهاء معاناة أكاديمي جامعة تعز وتسوية مستحقاتهم المالية؟ موسيقى أهلا بكم استمرار الاحتجاجات لما يزيد عن 51 معيدا من مختلف التخصصات في الجامعة ممن لم يتم تسوية وضعهم الوظيفي ماليا منذ تعيينهم في الجامعة قبل أربع سنوات تعصفات بحق الأساتذة في الجامعة رغم الوعود من الشرعية وتجاهل ما طالبهم بين وزارتي الخدمة المدنية ووزارة المالية في عدن يعيش الأكاديميون واضعا معيشيا حرجا رغم أن المالية أنجزت تسويات جامعة عدن لكنها لم تنجزها لجامعة تعز ورغم أن المقترحة المقدمة من إدارة النفقات لنائب وزير المالية وأن يتم تسوية أوضاع أساتذة جامعة تعز أسوة بجامعة عدن أساتذة نازحون من محافظات لاحقتهم الميليشيا وبعضهم تعرض للاعتقال والتهديد واقتحام بيته خصوصا الذين قدموا من الحديدة ينتهي بهم المطاف في الشارع كآخر ملاذ لممارسة الاحتجاج لمن عدم الحيلة وانسدت أمامه السبل فهل تستجيب الدولة لمطالبهم أم أن التصعيد حلهم الأخير بيان الوقفة الاحتجاجية الأولى لأعضاء هيئة التدريس في جامعة تعز الذين لم يتم تسوية أوضاعهم المالية منذ أربع سنوات لأكثر من أربع سنوات تعمل هيئة تدريس جامعة تعز براتب موفد لا يتجاوز أقله أربعين ألف ريال نود إحاطتكم علما بأن وزارة المالية في عدن ممثلة بنائب الوزير مستمرة في تجاهل معاناتنا وعدم البت في تسوية أوضاعنا أسوة بزملائنا في جامعة عدن وحضر موت مع أن معاملتنا قد مر عليها أكثر من عام هناك مطالبات كثيرة ومراسلات تأرجحت بين الدوائر الرسمية وأرجعت معها آمالهم بتحسن وضعهم لكنها لم تعد حقا أو تنصف مظلوما حتى عيتهم الحيلة فخرجوا إلى الشارع وتلوا البيان الأول وقفتهم الاحتجاجية للمطالبة بمستحقاتهم المالية أكد خلالها أعضاء هيئة التدريس استمرارهم في الإضراب في حال استمرار وزارة المالية وقيادة الجامعة في تجاهل مطالبهم قيادة جامعة بالقيام بمهمة الأخلاقية والقانونية في متابعة القيادة المعنية واعتماد شخص من زملائنا ليكون في الفريق المتابع لدى جامعة عدن على نفقة الجامعة ونطالب أيضا قيادة الجامعة أن تقوم بالتواصل مع المعنين في رئيس الوزراء ووزير المالية لسرعة البت في موضوعنا أسوة بزملائنا في جامعة عدن وجامعة حضرمون يقولون إن وزارة المالية بعدن هو الممثلة بنائب الوزير مستمرة في تجاهل معاناتهم وعدم البت في تسوية أوضاعهم أسوة بزملائهم في جامعتين عدن وحضرموت مع أن معاملتهم قد مر عليها أكثر من عام تقريبا ورغم الوعود التي لاقوها إلا أنها ذهبت دون تحقيق شيء منها خمس سنوات بدون تسوية يعني بنص راتب معيد يشتغلوا يعني هلش الدكاتر هذو منهم يشتغلوا يعني بالطاقة الشمسية ولا كيف إذا كنا نشتي الجامعة هذه نتستمر فمعانا تقريبا حدودا ما بحدودا الستين ستين عضو هي التدريس بدون تسوية نناشد الحكومة بحل مشكلتكم حقيقة يعني الجانب جانب إنساني أخلاقي يعني مش ممكن أنهم عدن أنهم يشتغلوا أكثر من كذا قرابة ستين عضوا في هيئة التدريس بجامعة تعز يعيشون أوضاعا صعبة وتزداد سوءا في ظل سلطة تصبح جزءا من المشكلة عواضا عن حل المشكلات ومعالجتها إذا المشاهدين الكرام في هذه الحلقة سيكون معنا الدكتور أمين علي قاسم أستاذ الأصول والإدارة التربوية بجامعة تعز وسينضم آخرون خلال هذه الحلقة بداية مساء الخير دكتور أمين نعم دكتور أمين هل تسمعوني الآن أسمعي نعم إذن مساء الخير ونود بداية أن نستعرض معا تفاصيل مشكلتكم يعني ما الذي يعانيه أكاديمي جامعة تعز هل شرحت لنا ولسادة المشاهدين ذلك بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نرحب بمشاهدة قناة بلقيس وطبعا بعد استعراضكم للتقرير المقدم لاحظت عدد من الأشياء ولم ذكرتم في التقرير أنه منذ تعييننا منذ أربع سنوات في الحقيقة بالنسبة للتعيين القديم ما هو حاصل الآن هو التسوية لوضع وليس تعيين هذه نقطة مهمة لأن هناك فرقا بين التعيين والتسوية وضع أيضا فهذه نقطة مهمة والتقرير كان رائع على العموم بالنسبة لنا في جامعة تعز كأعضاء التدريس أحب أن أؤكد هنا أنه طبعا أغلب ما سأذكره هنا من كلام هو معزز وموجود لدينا الوثائق التي سنؤكدها وسوف أعرضها عليكم خطوة وخطوة أثناء الحديث بالبداية طبعا من شأن تسلسل تاريخي بسيط وشريع ليس بالشكل مطول كانت البداية بالنسبة لنا بدأ صدرت قرارات بتسوية أعضاء أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز أبتدأت بتاريخ كانت تاريخ 24-03-2015 كانت البداية بـ 27-03-2015 بدفعة أولية ثلاثها دفعة بـ 26-12-2015 وفيما بعد بدأت تتوالى أعضاء هيئة التدريس الذين يعودون من بلدان الإيفاد بمطلع عام 2016 في مجموعات أخرى فأنا أقصد هنا من خلال من شأن يتوضح للمشاهد أنه البداية المعاناة كانت من مطلع 2015 هذا شيء مهم فبدأنا المعاملة بعدين في صنعاء لتسوية الوضع بتاريخ 3-2016 بغرض استخراج الفتاوى من وزارة الخدمة المدنية في صنعاء وبعد ذلك طبعا توقف المعاملة في صنعاء نظر الانتقال الوزارة السيادية إلى العاصمة المؤقتة عدن نعم وطبعا أخذنا الوثائق الموجودة لدينا من صنعاء إلى وزارة الخدمة المدنية في عدن ولكنهم قالوا هنا أنه لابد من التبدأ المعاملة من جديد وكان ذلك في شهر أكتوبر يعني شهر عشرة 2017 عدنا إلى تعز طبعا وتم استخراج من قبل رئيس الجامعة توقيه من نائب رئيس الوزارة وزير الخدمة المدنية بذلك الحين الأستاذ عبد العزيز قباري وطبعا هذا بالنسبة لتوقيه الأستاذ عبد العزيز قباري تلاحظ هنا أنه توقيه يقول باستكمال الإجراءات في وزارة الخدمة المدنية للوكيل الأول فإذن وصلت وثائقنا مع توقيه النائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية إلى الخدمة المدنية في عدن في شهر عشرة 2017 أثناء وصول ملفاتنا مكتملة إلى وزارة الخدمة المدنية في عدن توقفت إصدار توقف إصدار الوزارة للفتاوى اللازمة وبرر الأستاذ عدنان عبد العبد العبار وكيل الوزارة أن الحكومة أصدرت توقيهات حسب قوله حسب قوله بأن لا يمكن إصدار فتاوى بدون وجود غطاء مالي طالت الفترة في الخدمة المدنية في عدن لمدة تزيد عن أكثر من عشرة أشهر فأستخرج لنا في تلك الفترة في هذه الفترة الأستاذ الدكتور محمد الشرعيبي توقيه من دولة رئيس المجلسة الوزراء أحمد عبد بن داغر هذا التوقيه أحمد عبد بن داغر طبعا لنائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية باستكمال إقراءات تسوية أوضاع عضاية تدريس في جامعة تعز مع اعتماد المالي أو تبكوير الغطاء المالي لهذه التسوية هذا من رئيس الوزراء كان هذا بتاريخ 13-4-2018 لاحظ معين كانت المعاملة بشهر 10-2017 في الخدمة وهذا لاحظ من خلال الوراء يعني أمر رئيس الوزراء توقيه رئيس الوزراء دولة رئيس الوزراء أحمد عبد بن داغر بتاريخ 13-4-2018 بعدا صدرت لنا أول فتاوي من الخدمة المدنية في عدن بتاريخ 19-7-2018 يعني لو لاحظنا بوصلة المعاملة إلى وزارة الخدمة المدنية بشهر 10-2017 أول فتوى تخرج بشهر 7-7-2018 ما مضمون هذه الفتوى؟ بعد خروج هذه الفتوى التقهنا إلى وزارة المالية قبل ذلك ما مضمون هذه الفتوى؟ الفتوى أنه بتسوية أوضاعنا مضمون هذه الفتوى وهذه نقطة يعني كنت بأشير لي في اللاحقة أنه تسوية أوضاعنا من تاريخ من كتوبر 2018 يعني الفترة الزمنية هذه اللي مرت من خلال قيامنا بالتدرس بجامعة تعز لمدة أربع سنوات من بعد عودتنا من بعد عودة كثير من الزملاء من مواطن بلدنا الإيفاد هذه معناته ما لهاش أثر مالي بنظر وزارة الخدمة المدنية في عدن لكن لاحظي معي أنه بعد ذلك يعني هنا أنت أشرت إلى نقطة مهمة أنه الأثر المالي المترتب على عملنا داخل الجامعة لمدة أربع سنوات لا معنى له بموجب الفتاوى الصادرة المهم بعد ذلك أخذنا الملفات القديدة إلى وزارة الخدمة المدنية ووصلت ملفاتنا إلى وزارة الخدمة المدنية في شهر سبعة الفين وثمنطاعش وصلت إلى هناك وصدر لنا أول عرض من المختصين بوزارة المالية إلى نائب وزير المالية بعد أنه وصلت طبعا كل الملفات وصل لنائب وزير المالية بعد ذلك هو يحول إلى المختصين تم تحويله إلى المختصين وأثناء تحويله إلى المختصين بعد شهر من تحويله إلى المختصين تم عمل هيش من المختصين من إدارة النفقات ومدير عمل مالية تم عمل عرض كما هو واضح الآن معكم هنا العرض هذا بتاريخ تقريبا شهر عشرة واضح تقريبا 21 عشرين عشرة لحد ما شوفوا مصادر بواحد عشرين عشرة 2018 وبموقب هذا طبعا كان في ذلك الحين منصورة البطانية دكتور منصورة البطانية كان نائب وزير المالي فعندما استعرض التقرير استعرض التقرير عمل هنا لاحظ معي هنا أنه توجيه للنفقات والأستاذ عليطان مدير عام المالية بأنه عليكم أن تأتوا للحضور للمناقشة وأيضا أرفق التقرير أرفق العرض هذا بمعضة توجيهات تم الاجتماع بين مدير عام النفقات الأستاذ انتصار إدريس والأخ عليطان مدير عام المالية ونائب وزير المالية الدكتور منصور البطاني واتفقوا على أمر معينة صدر بموقف عرض آخر أكثر إنصاف وهو الذي استعرضتهم في تقريركم وأكدت في نهاية التقرير على تسوية أوضاع عضاها هي التدريس في جامعة تعز أسوة بزملائهم في جامعة عدن وكان هذا فيه 21-11-2018 أنت تعرف دكتوري قبل ذلك ما لفتني وأنت تتحدث عن نائب وزير المالية وإدارة النفقات في وزارة المالية ذكرتم أكثر من مرة اليوم حاولنا التواصل معهم وكانت الإجابة أنهم لا يعلمون شيئا عن الموضوع طريقة غريبة للتهرب لمناقشة الأمر حدثناهم أن يظهروا معنا لنتناول معهم آخر المستجدات وما الذي عرق الأوراق حتى هذا الوقت رد سالم بن بوريك نائب وزير المالية عبر سكرتيره بأنه لا علم لهم وحين ضغطنا عليهم من فريق الإعداد تم الرفض وإعطاءنا رقم مغلق لنائب وزير المالية بالنسبة للأخت انتصار إدريس مدير النفقات بوزارة المالية أيضا قالت بأنها لا تعلم شيء عن هذا الموضوع ولا صلالها بهذا الأمر وما رأيك عزيزتي أنا طبعا بالنسبة للكلام الذي نستعرضه ليس ليس كلام من طبع شخصي هو كلام نحن نتحدث ونعززه بالوثيقة إذا كان كلام شخصي نقوله بدون أن نرفقه بوثائق كان ربما يعني هذه توقيعاتها موجودة ومدونة عليها توقيهات خطية بالنسبة لمديرة النفقات هنا موجود في الأسفل وبالنسبة لمدير عمل مالي إلى جانبه وتوقيهة نائب الوزير فوق يعني نعرض وثائق الآن لا نتكلم كلام يعني نرمي الأمور على عواهني فبالنسبة لهذا الشيء يضحظ تماما ما نعرضه الآن من وثائق مستعرض معكم يضحظ تماما موقفهم ويؤكد السلبية ربما التي يتعاملنا بها مع الأمر نحن لا نتمنى ذلك أن يكون على الواقع وإن كان أن تتؤكدي ذلك من خلال حديثك واستعراضك لاتصالك معهم أو لتواصلك معهم على العموم يفترض كان أحد من العاملين بالمالية خصوصا نائب وزير المالي الدكتور سالم بن بريك أو الأقل حتى مستشاره دكتور خالد العسلي أو أيضا مدير عامل المالية أو الدكتور الأستاذة انتصار إدريس حتى تواصلنا أيضا مع الدكتور خالد العسلي وقال لا علاقة له نعم الجميع يعني رفضوا الظهور بأن لا علاقة لهم بهذا الملف ولا علم لهم بما عماذا سيتحدثون طيب والتوقعة المدورة الآن لنعرضها نحن تحدثنا يعني قلنا لهم سنذكر أسماعكم وأسباب رفضكم والمشاهد هو الحكم في نهاية الأمر بهذا التلاعب الذي يحدث يعني أوراق ممهورة بتوقعاتهم ويخبرون الإعلام بأنه لا علاقة لهم بهذه المواضيع وهذا يعني خرق لقانون حق الحصول على المعلومة عموما تفضل دكتور أمين واصل إلى أين وصلت جهودكم شكرا جزيلا لك عزيزتي طبعا قلنا هنا قبل قليل لأنه الدكتور منصور البطاني نائب وزير المالية السابق بعد العرض الأول قدم بعض الملاحظات للأستاذ الانتصار والأستاذ علي طهد أستاذ انتصار مدير عام النفقات مدير عام المالية وموجود في نهاية التوقعاتهم وصفتهم برضو فأنا أقصد هنا والنائب وقه الأخ علي طهد أخت انتصار الحضور للمناقشة وأعطاهم بعض التعليمات الإضافية بالورقة الخلفية وتوقع واضح فأنا أقصد هنا بعد ذلك إصدار أو عمل من قبل المعنيين أيضا ونحن نشكرهم برضو على هذا القهد الذي قدمه يعني الأستاذ انتصار إدريس والأستاذ علي طهد نحن نشكرهم على العرض هذا أنه يتم تسوية أو وضع عضاية تدريس في جامعة تعز وسوطا بزملائهم في جامعة عدن وذا موجود في نهاية هذا المعروض الآن أمامكم فأقصدنا نحن نشكرهم على هذا العرض المنصف ولكن قدم طبعا لوزير المالية القديد لأنه لم يلحق تقديمه لم يتم تغيير الدكتور منصور البطاني بزميل آخر وهو الدكتور سالم بن بريك فالدكتور سالم أخذ التقرير هذا ووجه تماما لاحظ معي هذا توقيه توقيه يقول بخطه طبعا بتوقيعه منهور هذا تقريبا بشهر 12 2018 بالضبط ليس تقريبا هو بالضبط التاريخ مدود فأنا أقصد هنا أوجه على أنه ينبغي الإشارة إلى فتاوي الخدمة المدنية والإشارة إلى أيضا توقيهات رئيس مجلس الوزراء وكيف تم التسويات أعضاهي التدريس في الجامعة الأخرى قصده جامعة عدن فكان ردت الأستاذة انتصار والأخ لطاها بمذكرة أخرى مدير عمل مالية ومدير النفقات على أنه بناء على الملاحظات التي وردت من نائب وزير المالية الدكتور سالم بن بريك وأكدت عليه في أول نقطة هنا على أنه بالنسبة للفتاوي تم الإشارة إليها وبالنسبة لتوقيه رئيس مجلس الوزراء تم الإشارة إليه وبالنسبة لتكيف تم تسوية أوضاع حيئة التدريس زملاءنا بجامعة عدن وتم بناء على ميزانية 2014 على اعتبار أن ميزانية 2014 هي ما زالت مستمرة لميزانية ل2018 وهذا مدون في النقطة الذي لاحظوا معي هنا 2014 وهنا 2018 فأنا أقصد هنا على أنه قابوا الرد على المواحدة التي قال عليها لكنه إيش كان رده هنا بالمكان هذا قال للأخ علي طال للمناقشة وبعد هذا الكلام لم ترى معاملتنا النور تمام طيب برأيك دكتور يعني في شهر 12.018 نعم يعني لديكم توجيهات قديمة منذ رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر لديكم فتوى أخيرة ربما أنصفتكم كما قلت لديكم العديد من التوجيهات من الذي يعرقل نعم تسمعني الآن أود أن أعرف من الذي يعرقل من هذه التوجيهات نعم يعني من خلال استعراض اليقينة طبعا باختصار شديد يعني مشكلتنا لأنا صباحات تتبلور بالتالي لأنه وصلت معاملتنا إلى وزارة المالية بعد الرحلة هذه الطويلة واستمرت في وزارة المالية لوحدة يعني تقريبا من شهر 7 إلى شهر 12 بعد ذلك ليس ما لدينا إلا هذه الأوراق القصدية العروض التي قدمناها على الشاشة والتي تؤكد بآخر عرض مقدم على أنه يتم تسوية أوضاع حقيقة التدريس في جامعة تعز وستم بزمال من جامعة عدن والنتيجة أنه في داخلت وزارة المالية لم تحصل بعد هذا التقرير شيء فذهبنا طبعا إلى جامعة تعز لقياد جامعة تعز على تم لابد من حالة الموضوع مرة أخرى في وزارة المالية وكلام وزارة المالية معنات توقف في وزارة المالية والمشكلة في وزارة المالية طيب جامعة تعز أصدرت مذكرة جديدة إلى نائب وزير المالية طبعا التخاطب مع وزير المالية لكن الذي يقوم بالعمل هو نائب وزير المالية فقصدي أنا طبعا إيش عمل هناه بالمذكرة لاحظوا معي هنا وكأنه ليس له علم بما سبق للأخوة للتنظيم للإطلاع والإفادة يعني وكأنه ما شفش الأوراق الأولى ولا العروض السابقة على الإطلاع فنناشده أن يقوموا بدورهم الذي ينبغي أن يقع طبعا إحنا لما عرضنا هذا على الجامعة وأصدرت الجامعة نذكرة جديدة مرفقة بعدد من الأسماء الواردة التي تم استكمال ملفاتهم بوزارة المالية وبعد ذلك برضو قام زميلنا الدكتور مختر العمراني من خلال شكوى مقدمة تم تقديمه إلى مكتب رئيس الجمهورية فخامة رئيس الجمهورية عبدالربو منصور هادي ومن خلال الدكتور عبدالله العليمي واستعراض لهذه الشكوى فقام بعمل مذكرة أخرى لنائب وزير المالية باستكمال تسوية أوضاع أعضاه التدريس في جامعة تعز أسوة بزملائهم في الجامعة طبعا أؤكد الدكتور عبدالله العليمي مدير مكتب رئاسة الجمهورية على أن يتم تسوية أوضاعها من تاريخ مباشرتهم لأعمالهم وهذه نقطة مهمة جدا أنه بحيث يتم ضمن حقنا من تاريخ مباشرة لأعمالنا التواريخ التي سقطت نعم إذا نسمح لنا دكتور عميني بقى معنا سينضم معنا الأستاذ الدكتور رياض العقاب نائب رئيس جامعة تعز مساء الخير أستاذ رياض دكتور رياض عفوا أهلا بك إذن دكتور رياض يعني بداية أن تضعنا في جهود رئاسة جامعة تعز في حل قضية عدم صرف مستحقات الموظفين أو تسوية أوضاعهم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على سيدنا الحمد وعلى الله عليه الصحيح والسلام أختي العزيزة موضوع تسوية عضاء التدريف في جامعة تعز مشكلة قائمة نتيجة الأوضاع القائمة في الملد وهذه المشكلة مستمرة لها الآن واصلة إلى عامها الخامس ترتب عن توقف موازنة الدولة والآن الجامعة تعز تشير بموازنة ذاتية وليس لها اعتمادات من الدولة هذا الجامعة الأول عشان يكون فيها وضوح وكانت ترتب على ذلك عدم تسوية عدد كبير من أعضاء التدريف الذين عادوا من الخارج وكانوا يتوقعون استقبال واحتضان في الجامعة لكن كانت تم استيعابهم وبدون أثر مالي مما أنعكس على ظروفهم المعيشية والمادية والأسرية التي يعاني من تسوية اليمنين وعلى القائمة ذلك أعضاء تدريف في جامعة التأز الذين الآن موجودون في ميدان ويمارس عملهم بكل تفاني وكل مسؤولية ونشعر في الجامعة عاجزين في التعاطي مع العدد هذا لأن هذا العدد يحتاج تدخل ذات المالية ورفض الجامعة بمواجهة تستطيع أن تغطي استجاماتها والسعار العدد الموجود منها وعادة تدريف وعدد أخرى ما زالت في الطريق ترددت كثيراً في العودة إلى مدينة التأز بصدر عدم قدرتنا على استفاقات مالية للذين وصلوا فهذا تيجي العدد آخر نعم إذن سأود إليك دكتور رياض دكتور أمين كما تحدث معنا الدكتور رياض بأن موازنة الجامعة ذاتية وأنهم غير قادرين على استيعاب العدد الكبير الذي انضم إلى هيئة التدريس خاصة لعدم وجود موازنة لهذه الجامعة وبالتالي عدم تسوية أوضاعهم مما ترتب عليها أوضاع معيشية صعبة لماذا إذن تم تسوية أوضاع جامعة عدن والبلاد تمر بنفس الوضع وعدا تمر بنفس الوضع يعني عدن وحضر موت يمر بنفس ما تمر به تعز كما يفترض خطوة لم تسمعني على العموم سوف أقدر ما قلتي وما سمعته من كلام لأن الكلام كان سؤالي كان يتقطع الصوت شوية لكن سوف أقول بناء على ما سمعته من الدكتور رياض من أستاذنا الأستاذ الدكتور رياض القائم حسب كلامهم لنا وقابلوا وحصلوا منهم على وعود شفوية وأنه خلال يومين بيتشاور مع المختصين ولكنهم خلال العشرة الأيام الأخرى وخلال بعد تلك المقابلة لم يستطعوا مقابلتهم الأخرى نظرا لذهابهم ولم يكن موجود في وزارة المالية هذا القهد طبعا الدكتور رياض العقاب والأستاذ الأمين العام هم اللي وضحوا ليش أكثر كونهم كانوا هم اللي قاموا بهذا الدول المهم عادوا من عدن ولم يحققوا شيء فاكتمعوا مع الممثلية المالية في جامعة تعز وهم الأستاذ قامل شايف والأستاذ عبدو سعيد على اعتبار أنه تسوية أوضاع محاولة العمل على تسوية أوضاع التدريس بناء على من خلال الوفرة المالية الموجود لدى جامعة تعز والعمل بعد ذلك من خلال بالتعاون مع محافظة المحافظة الأستاذ النبي الشمسان بالنزول إلى عدن وتثبت ذلك بشكل رسمي بالتفاهم مع المالية في عدن ولكن ربما مسؤولية المالية في جامعة أو ممثلية المالية في جامعة تعز لم يتفهموا الأمر بالشكل الذي ينبغي رغم أن المادة 63 من القانون المالي والمادة 179 من لاحة تنفيذ القانون المالي تؤكد على صلاحية محددة بالنسبة لهم الممثلية المالية في الجامعة عندما يأتيهم توقيه من رئيس الجامعة أو هم بالله يحاموا مضح بشكل عام بأي وحدة إدارية يقوموا في به أنه لا يقوموا بالتأشير على أي شيء يعتبروا في نظرهم مخالفة إلا بعد تقديم عرض للرئيس وهو فيما يحل محله عندنا في الجامعة رئيس الجامعة أو من يقوم بعمله ولكنهم ويبلغوا فيما بعد المالية والجازة المركزية لكنهم تقاوزوا ذلك ولم يصرفوا على العموم هذا أمر نحن في نهاية طلمتها نناشد وزير رئيس الوزراء نناشد فخامة رئيس الجمهور عبد الرب منصور هادي ورئيس الوزراء دولة دكتور معين عبد الملك ونناشد وزير المالية أحمد عبيد الفضلي ونناشد أيضا نائب وزير المالية للقيام بمهامهم القانونية والأخلاقية فيما يخص هذه القضية ونؤكد على الرئيس جامعة تعز وقيادة جامعة تعز أن يقوموا بمهمة من القانونية والأخلاقية نحن نعمل في جامعة تعز وعليهم أن يقوموا بهذا الدور ونحن ننتظر منهم الدور طبعا عضاه التدريس الزملائي قاموا بعمل بيان وأعلنوا الإضراب من تاريخ 4 مارس لـ 2019 بعد أربع سنوات من العمل بدون مقابل مادية يعني براتب موفد أقل أربعين ألف ريال نعم أنا سأعود للدكتور رياض لمعرفة ما الذي يمكن عمله شاكرة لوجودك معنا دكتور أمين علي قاسم أستاذ الأصول والإدارة التربوية بجامعة تعز كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية أعود إليك دكتور رياض دكتور رياض ربما أنت تحدثت حول وضع البلاد الذي أدى إلى عدم تسوية أوضاع هؤلاء واعتماد جامعة تعز على موازنتها الذاتية لكن السؤال الذي كنت وجهته للدكتور أمين ولم يستمع إليه جيدا هو كيف تم تسوية أوضاع أكاديمي جامعة عدن وجامعة حضر موت وتوقف الحال عند جامعة تعز عزيزتي بالنسبة لجامعة عدن وحضر موت خلافة عن جامعة تعز كانت توجد لها منزانية معتمدة لها بنسبة 2300 محتمدة عن موازنة سنوية وهذا التي كانت تفتكر لجامعة تعز تم معالجة عدد كبير من أعضاء التدريس من نسبة الوفر التي توفرت لدى الجامعات وبالتالي استطاعت أن تغطي كثير من الإشكالات التي لديها فحسب المعلومات وزيارتنا عدن عرفنا هذه الجامعات الموجودة استطاعت أن تحل مشاكلها بوسيلة أحدهم الموازنة المعتمدة لها سنوية والشيء الثاني معالجة تسوية أعضاء التدريس من الوقت الموجود في هذه الجامعة بالتنسيق مع وزارة المالية في عدن نعم لما لا يتم صرف ولو جزء من ميزانيات جامعة تعز أسوة بهتين الجامعتين خاصة الآن بيوجود إقرار موازنة 2019 حتى يتسنى لهؤلاء الموظفين من تسوية أوضاعهم بالنسبة لإعتماد الموازنة الآن بزارة المالية وبعد قرار ميزة النوار الموازنة وضمن تيجيهات لأخراجها بيتم حمد الشعادي من دولة الوزراء تم اعتماد نسبة 20% من موازنة 2014 لمواجهة 2019-2020 تم الاعتماد أعطيك رقم 20% أو 25% من موازنة 2014 وأنا الآن أتسلم في عام 2019-2020 تحديات كبيرة الأعداد التراكمية لأعضاء التدريف مدة 5 سنوات ومطلوب أن نواجهها بموازنة تشغيلية وليس موازنة تسوية عشان نفرق بين العمليتين في تسويات وفي موازنة تشغيلية فهذا اللي اعتمدها لنا من هذه السنة إن شاء الله ولم تنفذ هذه النسبة البسيطة دكتور هي غير قادرة على حل الإشكالية كما تفضلت أضف إلى ذلك أن هناك مبلغ متراكم لهؤلاء يستحقونه يعني ألم يحن أوان أن يتم دفع مستحقات هؤلاء خاصة بما مروا في ظروف معيشية صعبة وقفوا أمام الاستمرار العملية التعليمية دون تكاثل أو تخاظل على العكس كان لديهم دور إيجابي نحن نعيز عن وصف ما قاموا جملائنا في داخل الجامعة الذين وقفوا في حين كثير من الآخرين لم يقفوا وهم يشترموا راكبهم كاملة الجامعة ولم يقفوا تجامتهم وهذا الشريحة من عضاء التديق وقفت في الميدان استكملت العملية التعليمية استطاعت أن تصل الجامعة التازلة بر الأمان وما زال يقدم كثير من التضحيات وهذه شهادة العام الصباح ننفرها لهم ونشعر نقف أمامهم عاجزين ونقول عاجزين عن حال إشكاليتهم لأنها آخر تقرار في هذا الجامعة يعتمد على مالية العدن والمسؤولة التالية ترجع إلى مالية عدن والتي نعتقد أنها مساوتنا بالجامعة الأخرى هو أدنى مطالبنا لم نطلب بأكثر ما نقول مطلوبا للمساواة بين مخرجات وتسوية جامعة التعز ما تم تسويتهم في جامعة عدن وحضرها نعم إذن شكرا جزيلا لك أستاذ دكتور رياض العقاب نائب رئيس جامعة تعز تاعز والقائم بأعمال رئيس الجامعة كنت معنا عبر الهاتف من تاعز عودة لمتابعة هذه الحلقة بانضمام الدكتور تامر الأشعري أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية في جامعة تاعز عبر الأقمار الإصطناعية من هناك مساء الخير دكتور تامر أهلا وسهلا أهلا بك دكتور تامر نفتتم وقفة احتجاجية في تاعز قبل أربع أيام تقريبا وأود أن أعرف من خلال مطرح الزملاء الضيوفنا عبر هذه الحلقة من متابعات حسيثة لمسألة تسوية الأوضاع هل تم الرد عليكم خلال هذه الوقفة؟ لم يكن هناك أي رد إيجابي لا من داخل الجامعة ولا من خارجها المسؤولون أي أن كان حينما نحدثهم عن موضوعنا يشمئ الزون وينظرون إلينا وكأننا نصف لهم حوال صلاة الدودة الشريطية ليس هناك أي تفاعل الجامعة قيادة الجامعة مشكورة في جهودها المتأخرة لكن هي تعاملت مع موضوعنا ببرود وخزلان كبير منذ بداية هذه المشكلة لم يكن هناك تفاعل حقيقي ومسؤول وجاد تجاه موضوعنا كما قلت لكم ينظرون إلى موضوعنا أو كلما حدثناهم بذلك كلما حدثناهم عن موضوعنا ومشكلتنا ينظرون إلينا بشميزاز وكأننا نقدم لهم وقبة صراصير لا ندري بالضبط ما هي الحلقة المفقودة في هذا الموضوع نعم ما الذي كان يفترض أن تقوم به رئاسة الجامعة دكتور تامر ما الذي كان يفترض به أن تقوم به رئاسة الجامعة المفترض لا يعني حسب حديث دكتور يار نعم المفترض على قيادة الجامعة أن تضغط لكل ما تملك من وسائل كأن الموضوع نعم كأن الموضوع لم يعد مسألة قانونية ولا مسألة إنسانية الموضوع يحتاج إلى قرار إلى ضغط من جهات أعلى يعني مسؤول أعلى يقوم بالضغط على نائب وزير المالية ويستوضح منه لماذا يعرقل هذه التسويات في جامعة تعز دون غيرها من الجامعات في المناطق المحررة ما هو السبب؟ ما هو العذر في ذلك؟ هذا الأمر نحن ندينه ونرفضه علينا وعلى غيرنا لما يتضمنه من إعدام لإرادة الإنسان الأكاديمي وحرق لقدراته وطاقاته العلمية بدلا من أن ننشغل بالتعليم والتعلم أصبحنا نركض وراء لقمة العيش نحتاج الآن بعد هذا التعب وهذا الركض إلى نومة طويلة جدا تريحنا وتريح عصابنا من هذه المعاناة التي نعيشها بكامل تفاصيله نعم إذن يعني لا استجابة من قبل وزارة المالية ولا من الخدمة المدنية ولا حتى من رئاسة الجامعة من خلال معاناتكم التي استوضحناها هل حاولتم بتنفيذ إضراب جزئي مثلا للضغط على المعنيين؟ نعم قمنا بإصدار البيان الأول باسم أعضاء هيئات التدريس الذين لم تسوى أوضاعهم وأعلننا فيه الإضراب من بداية شهر ثلاثة الفين وتسعة عشر وكانت ردود الأفعال كلها إيجابية من داخل الجامعة للتعاون معنا من جميع أعضاء هيئات التدريس الذين أبدوا تفاعلهم مشكورين بمشاركتنا في الإضراب إن نحن طلبنا منهم ذلك لكننا أبقينا الأمر على ما هو عليه أملا وطمعا في أن تصلح الأمور في القريب العاجل ولكننا لم نتلقى سوى الوعود التي لا رأس لها ولا ذنب سواء من داخل الجامعة أو من خارجها نعم بتواصلنا مع الأستاذ الدكتور رياض وسؤالنا حول موازنة 2019 وما الذي نالته جامعة تعز من هذه الموازنة قال بأنه تم تخصيص 20% من موازنة الجامعة لعام 2014 يعني كأنه لم تحتسب المدة التراكمية لكم لم تحتسب الضغوط التي يعني على هيئة التدريس بالأعداد الجديدة والمتزايدة لماذا ينظر لمعاناتكم وكأنها ليست موجودة يعني هل هناك من تفسير برأيك والله لا تفسير إلا أنه التسيب والإهمال الذي يمارسه مسؤول الشرعية وخصوصا في وزارة المالية والارتجاء للمؤسسات الذي تمارسه وزارة المالية في عدن للأسف وزارة المالية في عدن تتعامل مع موضوعنا بتقافة التكديس تقافة التكديس على سبيل المثال نحن كنا نحن كنا على سبيل المثال في بداية الأمر ثلاثة أشخاص ثم بعد ذلك ارتقينا مرتقا صعبا حتى صرنا أكثر من شخصين من ستين عضو هيئة التدريس لم تسوى أوضاعهم ثقافة التكديس التي تمارسها وزارة المالية تجاهنا هي تتضمن الجمع بين الحديد والإسمنت والبلاط والماء وغير ذلك من مكونات البناء ثم تقول لنا وزارة المالية انتظروا أن يصعد أو أن ينبت قصر منيف من خلال هذا الرقام هذا الأمر لا يمكن أن يتم بهذه الطريقة لماذا نفذت أوضاع أعضاء هيئة التدريس في جامعة عدن بينما معاملتنا وأوراقنا كانت مطروحة على دولاب نائب وزير المالية إنهم ينظرون إليها وكأنها ملازم في تعليم فن الطبخ وصناعة البخور للأسف الشديد نعم إذن باستثناء جامعة تعز من هذه التسويات أود أن أعرف منك هل تستلمون مبالغ جزئية بالضبط ما الذي يتم تقديمه لكم حتى تطاربون بهذه التسويات أين الخلال المالي في هذه المعادلة هناك أشياء نقع في حبها ولكنها ليست من نصيبنا الجامعة مشكورة قامت في الفترة الأخيرة بعمل كشوفات لتوفير مرتباتنا من التسويات عفوا لتوفير مرتبات التسويات من الوفر الذي بقي للجامعة نعم ولم يبقى في هذه الكشوفات إلا توقيع مسؤولي يعني ممثلي المالية داخل الجامعة وبعد مطاولات ومداولات وصراعات كثيرة وافق من مسؤوله يعني ممثلو المالية في الجامعة على عدم التوقيع وافقوا على عدم التوقيع لماذا؟ قالوا إن صرف مبالغ التسويات من الوفر يعد مخالفة قانونية يا للروعة وماذا يقول القانون الموقر عن 38 دكتورا يعيشون أربع سنوات عقاف بدون تسوية مالية لماذا يطبق القانون من أذن واحدة وعين واحدة ولا يطبق من العينين والأذنين عفوا عفوا من هذه النقطة لماذا يطبق إذا كان ضد الموظف ولا يطبق إذا كان لصالحه نعم دكتور تامر يعني في القانون لا يجوز الصرف من الوفر للمستحقات بينما تحدث معنا الدكتور رياض أنه تم تسوية الأوضاع في جامعة عدن وتعز من خلال الوفر الذي توفر لهم من الميزانية التشغيلية لماذا يعني عدن حضر المطفل لماذا يعني لا يتم المعاملة بالمثل لماذا هناك يجوز قانونيا صرف هذا الوفر وعندكم لا يجوز هناك حلقة مفقودة تعامل بها جامعة تعز خلافا لبقية الجامعات في المناطق المحررة لا ندري أين هي بالضبط هذه الحلقة المفقودة علمنا مؤخرا أن وزارة المالية تعتزم إن لم تكن قد قامت بسحب هذا الوفر من الجامعة ونخشى أن تقوم بسحبنا أيضا نحن على وجوهنا الذين لم تسو أوضاعهم المالية للأسف الشديد نعم أود أن أسألك أيضا دكتور تامر يعني من هي الجهات التي تم طرقها لمعاناتكم يعني لديكم توجيه من رئيس الوزراء السابق هل تم التواصل مع رئاسة الوزراء الحالية الدكتور معين عبد الملك هل تم الرفع لمحافظ محافظة تعز هل حاولتم وزير التعليم العالي ما هي الجهات التي طرقتم أبوابها طرقنا جميع الأبواب فكما عرض أخي وزميلي الدكتور أمين سابقا في الوثائق هناك توجيه كان من الدكتور يعني من الأستاذ جواري وهناك أيضا توجيه من دولة رئيس الوزراء السابق بن دغر وهناك أيضا توجيه حصلنا عليه مؤخرا من محافظة محافظة تعز الأستاذ الفاضل نبيل شمسان مشكورا وهناك أيضا قهود من أخرى من داخل الجامعة مذكرات لا حصر لها ذهبت من هنا إلى هناك ولم تلقى أي أصداء كما عرضت مشكورة في بداية الحلقة أنهم أنكروا هذا الموضوع فهم يقتلون القتيل وللأسف الشديد لا يسيرون في جنازته كيف ينكرون هذا الموضوع وقد شهدت عليهم أصابعهم وأيديهم وأرقلهم بما كانوا يكسبون نعم إذن يعني كل هذه التوجيهات دكتور تامر ولكن المسألة معرقلة تقريبا في وزارة المالية من تريد وزارة المالية أن يقوم بتوجيهها حتى يتم الإفراج عن هذه المستحقات برأيك من هو الذي يمكن الضغط على وزارة المالية لأتجاوب معكم بشكل إيجابي من خلال ما ثبت في الوثائق المرسلة إلى وزارة المالية وكان آخرها شكوى قدمت إليها من مكتب رئاسة الجمهورية ليس هناك في الواقع شخصية يمكن أن تضغط على وزارة المالية في عدن لتسليم تسوياتنا إلا الله تعالى يرسل إليهم بيوريل عليه السلام لكي يوجههم بتنفيذ تسوياتنا أسوة بزملائنا في بقية الجامعات وأود أن أنبه إلى نقطة أنت ذكرتها في بداية الحلقة هي أننا معينون منذ عشر سنوات وأكثر داخل الجامعة وما نطالب به الآن هو ليس التعيين وإنما رواتب التسويات بعد إنهاء إفادنا وتحضيرنا لدراساتنا العليا تحت أزيز الدبابات والظلال المدافع وأدخنة البارود قمنا بإكمال دراستنا على أمل أن نخرج من الجحيم إلى النعيم وإذا بنا نفاجأ بشيء هو أشر من الحرب الإدارة المالية الفاشلة التي تمارسها وزارة المالية في عدن للأسف الشديد تجاه مدينة تعز هذه المدينة التي إن لم تقتل فيها بالرصاص فإنك تقتل بالقرارات الظالمة والمجحفة نعم إذن أخيرا دكتور تامر ما هي مطالبكم المباشرة مطالبنا المباشرة هي أن تقوم وزارة المالية بتحمل مسؤوليتها أمام الله والقانون والدستور والإنسانية وأن أيضا تقوم القيادة الجامعة بمسؤوليتها أمام الله وأن يتقوا الله في تسوياتنا في رزق أولادنا في العيش الكريم تفاحة أخرجت وحرمت شخصين فقط من الفردوس السماوي تفاحة وزارة المالية حرمت 38 دكتورا من حقوقهم الشيطان قدم استقالته نطالب هؤلاء بأن يعاملون بحقوقنا لا نطلب منهم أن يفرشوا بيوتنا بريش العصافير نحن نطلب منهم حقنا الأدنى الذي يساعدنا ويساعد أطفالنا في العيش الكريم في مواجهة الريح والشمس والعطش والمطار شكرا جزيلا لك دكتور تامر لأشعري أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية في جامعة تايز نأمل أن تكون هذه الحلقة أن يكون لها صدى طيب في استعادة مستحقاتكم شكرا مرة أخرى لك ولجميع مشاهدنا الكرام الذين تابعوا هذه الحلقة وأود أن أذكر أننا قمنا بالتواصل مع نائب وزير الماليا سلم البريك عبر سكرتيره وتم رفض الظهور معنا لعدم علمه بما يحدث وكذلك انتصار إدريس مدير نفقات بوزارة المالية والتي قالت أيضا أنها لا علم لها والتضح خلال هذه الحلقة كما تبعتم مشاهدنا بأن لديهم كل العلم بل ولديهم توقيعات وتوجيهات عديدة في هذا الملف شكرا لكم مشاهدنا الكرام إلى أن ألتقيكم في مساء يمنين جديد كنوا برعاية الله وأمنه اشتركوا في القناة